هل تتوقف هجمات الميليشيات الموالية لإيران على القواعد الأمريكية في العراق؟ تلك التي حولت البلاد المضطربة أصلاً إلى ساحة للصراع وتصفية الحسابات بين واشنطن وطهران صحيفة نيويوك تايمز قالت أن طهران قررت بالفعل خفض التصعيد في العراق على خلفية وصول مصطفى الكاظم إلى رئاسة الحكومة وأعزت إلى وكلائها من الميليشيات بوقف هجماتهم الصاروخية على القوات الأمريكية يعكس هذا التغير محاولة إيران تجنب المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة حيث يقول الزعماء الإيرانيون بحسب الصحيفة إنها قد تفيد الرئيسة الأمريكية ترامب في انتخابات الرئاسة في تشين الثاني القادم من جانبه يؤكد معهد دراسات الشرق الأوسط أن التحول الإيراني غير المعلن لا يتجاوز كونه تكتيكا فطهران تعارض بشدة طلب إدارة ترامب إعادة التفاوض على اتفاقها النووي ولا يزال البلدان متورطين بالحرب الكلامية لا أكثر ولا خيار لحرب مباشرة على الجانب الأمريكي يظهر أن خصوم ترامب من الديمقراطيين استغلوا مواجهته مع إيران للتقليل من فرصته بفترة رئاسية ثانية ظهر ذلك جليا عندما استخدم ترامب حق الفيتو ضد تشريع أصدره الكونغرس يحد من قدرته على شن حرب ضد إيران وقال ترامب حينها أنه يشعر بالإهانة من طرح الديمقراطيين في إطار جهودهم الرامية للفوز في الانتخابات أمام فيتو ترامب يبدو أن إدارته نفسها لن تنجز أعمالا قتالية أخرى حيث يقول براين هوك الممثل الخاص لشؤون السياسة الإيرانية إن الضغوط الأمريكية احتوت إيران بالردع والدبلوماسية ولم يبقى خيار أمامها سوى التفاوض وحتى تلك اللحظة يبدو أن النظام الإيراني سيعرض شعبه لمزيد من الفوضى والجوع والفاقر الذي سينعكس أيضا على العراق ذلك البلد الذي تصر إيران على إحكام قرضتها عليه عبر حكامه للخروج من أزماتها ولو على حساب العراقيين أيضا اشتركوا في القناة